تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوري ريج من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية تتكون من شخصين تتراوح أمارهم ما بين 25 و 32 سنة وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة العملية تمت بناء على معلومات واردة مفادها سيتم تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قادمة من ولايات الجنوب مرورا بولاية بورج بوري ريج ويتعلق الأمر بالمركبة نوع غولف الجيل الرابع ليتم غلق جميع الطرق مع الولايات المجاورة أين تم مشاهدة المركبة محل المعلومة بمخرج بلدية تقلعيت وعلى متنها شخصين بعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام بداخل التجويف الكائنة تحت مقود المركبة ويقدر عددها بـ 3549 كابسولة من دواء بريقابالين 300 ميلي جرام ذات صنع أجنبي هواتف نقالة مبلغ مالي قدره 21500 دينار جزائري سيف نوع ساموراي بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبة فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا اشتركوا في القناة